نرحب بحضراتكم مرة تانية من أهم المشاهد المتصدر الأحداث في مصر الحقيقة هي فعاليات مهمة شاهدتها الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوة السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والمصري والشخصيات العامة للتوافق على أهم القضايا المرتبطة بمصلحة الوطن والمواطن أعتقد أن فقه الأولويات مهم جدا يا جمان في هذه المرحلة في كل المجالات فيه اهتمام كبير جدا بالمحور الاقتصادي وطرح الأفكار والرؤى الخاصة بزيادة معدلات الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري عشان كده النهاردة معنا في الستوديو الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني اللي مشرفنا صباح خير عليك فانا صباح خير يا سيدتك طبان يا أهلا بحضرتك أعتقد زي ما كنا بنتكلم أن فقه الترتيب الأولويات وخاصة في مجال الاستثمار مهم جدا في هذه المرحلة صحيح ما بالشك هو إحنا في مرحلة الحقيقة اقتصادية مختلفة العالم بيكل وبيمر بيها ونعكسة برضو على مصر فيش كلام بيننا جزء من هذا العالم فقه الأولويات هو الموضوع اللي إحنا ده محور لجنة تحديدا ومن اسمها بين كده إحنا بنفكر إزاي نبتدي نخش في استثمارات عامة مرتبطة بشكل مباشر بتخفيف الأعباء عن الناس والتوسع بشكل أو بآخر لإنتاج منتجات أو الدخول في مشروعات تنتج منتجات تؤمن السلع الغذائية الأساسية واحتياجات المواطن الأساسية كاستثمارات عامة والاستثمارات العامة زي ما سيادتك عارف الاستثمارات اللي الدولة هي بتستثمر فيها طيب دكتور أيمن الهدف الأبرز أو الانوال الأبرز للحوار الوطني بشكل عام هو جمع كل الأراء المصرية جمع كل الطيف شعب المصري تحت مضلة واحدة عشان ندرس ونتبحث حول الأراء والمقترحات حول كل القضايا وقالية كمان تنفيذ حلولها تنفيذ حلول للمشكلات الموجودة بشكل فعال للمواطن المصري حوار الوطني مختصر كده المفيد زي ما احنا بنقول هو قالية الحقيقة جدا ديموقراطية شعبية وأول مرة يكون في جمهورية مصر العربية في تاريخة كله هذه الطريقة وهذا الأداء وهذا الانطلاقة الغير مسبوقة التي تجمع كافة القوى السياسية يعني ما كانش في تاريخ مصر كله قبل كده دعوة بالحجم ده وكمان يدعوها رئيس الدولة أو القادة السياسية في مصر في ظروف اقتصادية زي دي فدي شجاعة الحقيقة يعني محمودة صحيح ده بكل تأكيد يا فاديم لكن سؤال حضرتك هو بالطبع احنا في مسارنا لتنفيذ الهدف ده لكن حتى الآن القطوات اللي تم اتخذها لتنفيذ هذا الهدف بالفعل احنا عملنا حوالي اكتر من مئة جلسة قبل كده عشان خاطر نبتنى نعمل اعداد جيد وعشان نجمع من شعب مصر وكافة القوى السياسية وكافة فئات الشعب المصري وكافة النقابات والعمال والفلاحين والمهندسين والطباء ومشابه جمعنا كل الاراء وكل المقترحات في كافة المناحي الاقتصادية في المقام الاول وده اللي يهمنا الفترة دي الحقيقة والسياسية والمجتمعية طبعا الصحة والتعليم ومشابه والرياضة وكذا جمعنا كل هذه الاطرحات حوالي مئات الالاف من الافكار المحترمة البناءة التي تحل الازمات بالفعل وتم تجميعها كلها وتوزيحها على دمجها في 113 قضية هذه 113 قضية اعتقد اذا ربنا وفقنا وحلينا 90% منها بس احنا روحنا في حتة تانية خالص 113 قضية اقتصادية لا ايفانا بشكل عام عامة بشكل عام طيب ده عظم جدا ودول موزعين الحقيقة على 19 لجنة 19 لجنة دول عبارة عن ورش عمل قوية مجتمعية مشاركة مفتوحة كافة قوية سياسية زي ما شوفنا الحقيقة في الانطلاقة بتاعت الحوار الوطني ما فيش طيفة في مصر غير ممثلة اي امكان فكرها اي امكان ايدولوجيتها يعني من اليسار اليمين كافة انواع الافكار موجودة ومطروحة صحيح وبالتالي احنا بنتكلم على تشاركية حقيقة طيب ده جميل جدا دكتور ايمان وحنا بنتكلم عن فقه الاولويات نرجع له مرة تانية ده معناه ان الدولة مثلا ممكن توجه الاستثمار سواء كان مستثمر مصري او مستثمر اجنبي للحاجات اللي فيها تأثير مثلا او احنا محتاجين فيها دعم اكبر زي ما سنتك تفضلت بالتحديد هو ده احنا بنتكلم في اولويات الاستثمارات العامة يعني ما هو القطاع الذي سوف تقوم الدولة بالتوسع فيه اذا كان مثلا منتجات جزائية او زراعة او صناعة مرتبطة بحاجات اساسية للمواطن واجزاء اخرى بنسميها السرعة المكملة تلك السرعة المكملة الحكومة هتتحنح عنها جنيبا عشان برضو هي تفسح الميال ده اعتقد ان هو جزء من سياسة ملكية الدولة بالضبط بالضبط هو شرح لسياسة ملكية الدولة اللي الحكومة برضو كانت شجاعة فيها للامانة يعني عشان تقول انا هنخرج من انشطة في مدة ثلاث سنوات فقط اعتقد ان ده يعني مدة قصيرة جدا وتوجه كويس من الحكومة كل ما نطلبه ونرجوه هو سرعة البدء في هذه الاجراءات وبالفعل الحكومة طرحت مجموعة من الشركات عشان المستثمرين المحليين دي فرصة جيدة وانا بقى شبير يعني بقول من خلال برنامج حضرتك كل مستثمر مصري عنده الفترة دي فترة زهبية فترة زهبية الشديدة جدا للتمسك بالاستثمار في مصر احنا عندنا بنية تحتية اتصرف عليها مليارات الجنيهات شوارع وطرق وشبكة نقل ومواصلات غير عادية الحقيقة طفرة غير مسبوقة كلنا شايفين ده احنا مش بنقول كلام مش واقعي كلام شايفينه محطات مية ومحطات كهرباء محطات صرف صحي هذه بنسميها احنا المرافق لما كنت ستك تجي تعمل اي مصنع وتعمل مشروع كان بيقابلك صدمة كبيرة جدا في العهد الماضي كنا بيقابلك ايه بتعمل مصنع بتاعك في مكان ما تبقىش تدخل لك كهرباء ولا الميا صحي ولا عرف تعمل له كهذه المرافق وبالتالي ما كنتش فايف تشتغل تعرفش تنتج فده النهاردة موجود اذا مصر او بتشتغل مخالف و بتأثر على الشبكة او بتشتغل مخالف او بتشتغل بشكل صغير محدود ما بتقدرش تشتغل بمصنع بالفكر المنضبط الكبير راس الجدوة بتاعتك ما بتكتملش عندي القطة الانطلاق دايما كنت بتتأخر ما عندكش مرافق متكلفة العناق بقى انك توصل ل مصنعك او تنقل بضاعتك دي كانت حاجة صعبة جدا يعني النهاردة الحاجات اللي كان سيادتك حتى في مشاويرك اليومية العادية بتنتقل من مكان ل مكان بحرية شديدة احنا لو ما كناش عملنا شبكة الطرق اللي تصرف عليه المبالغ دي كان زماننا مخنوقين مع هذه السيادة السكانية كان زماننا ما بنعرفش نتحرك للامانة الشديدة نرجع للاستثمارات الحقيقة بشكل مباشر كده نقدر نقول البنية التحتية التي تم وضعها في مصر هي بنية قوية جدا جازبة جدا للاستثمار كمان بنتكلم بقى احنا في الحوارات على مزيد من التسهيلات المرتبطة بالاجراءات بنتكلم عن مزيد من الحوافز المرتبطة بالاستثمار رح هنا برضو يعني سبقنا في المؤتمر اقتصادي السيد الرئيس الحقيقة يعني واطلق الرخصة الزهبية الرخصة الزهبية عشان برضو المواطن يبقى عارف اهميتها الرخصة الزهبية هي ان انت بتروح تقدم انا عايز اعمل مشروع معين عايز افتح المصنع الفلاني بتقدم ورقة واحدة وتقدم معها دراسة الجدوى بتاعتك تتأكد الحكومة في خلال 24 ساعة من هذا الكلام منضابط بتبتدي تديك الرخصة زمان ما كانش بيحصل كده الرخصة دي تبتدي انت بقى العمل والانتاج والشغل وبتاخد مجموعة بقى من التوصيات والارشادات اللي انت لازم تقوم بتطبيقها اثناء بنيانك هذا المصنع زمان كان العكس تروح تاخد ترخيص البناء رخصة التشغيل رخصة جلب المعدات بتاخد حوالي 6-7 رخص عشان تبتدي العمل ده كان بياخد له 6-7 مش عايز اقول شهور لا ده سنين انا كنا نقعد سنتين 3 عشان تريد تعمل مصنع بس النرد انت من اول يوم الرخصة الزهبية دي كان الحقيقة يعني ضمانها السيد الرئيس وكان قال حتى بشكل مباشر في المؤتمر مرة كنت حاضر مؤتمر اقتصادي وكان حاجة محترمة الحقيقة قال احنا هناخد انا يا جماعة الرخصة شغلوها اخدها مكتبي فده كان توجيه مباشر للسيد الرئيس الوزراء والحجومة على سرعة البدء وبالفعل فعل طلعوا 13 رخصة الزهبية برضو في الحوار الوطن المقضية المطروحة ان هذه الرخصة وما لها من عوائد ده بقى المهم الحوار الوطن هضيف ايه بعد رخصة الزهبية اقول لي سنتحيدي في انها اولا هي كانت فترة محدودة وانشطة محددة في الحوار الوطن اللي جاءت قطروحات كتيرة جدا بتتكلم من قوة سياسية مختلفة لا الرخصة الزهبية عايزينها على طول فترة على الاقل سنتين او ثلاثة اللي هي فترة عمر وبنيان الانتاج في مصر الحقيقة الفترة اللي جاي ومش شايفين اي يعني مشاكل بالعكس سنتك بتقول ان احنا هندي رخصة مفتوح المدة السنتين ده تشجع الاستثمار بعد ما الاستثمارات تزيد والانتاج يبتدي اعتقد ان ده سيكون مرضوده جاي بجانب الاطرحات يا فندم المتعلقة بالرخصة الزهبية احنا تابعنا في اولى جلسات او الاولى الجلسات طبعا في الحوار الوطني كات متعلقة بالاقتصاد بشكل كبير جدا اهم النقاط اللي فتت نظر حضرتك فيها هذه الجلسات لو هنتكلم عن ملف الاقتصاد تحديدا الاقتصاد هو ليه شد انتبهنا كلنا في الحوار الوطني لان الحقيقة يعني مفيش حياة سياسية حقيقية من غير اقتصاد ويعي ومن غير اقتصاد جيد يعني انا وانا ما عنديش اقتصاد قوي وكويس ومنضبط ويقدر يأمن دي احتياجاتي انا ازاي هكلم على الديمقراطية ازاي هكحصرف على التعليم والصحة ازاي هكلم هي دائرة متصلة طبعا دائرة متصلة اساسها الاقتصاد الحقيقة والاقتصاد بيحرك دول يعني مهم معروفة بالضبط سعدك عشان كده كان العنصر الجذاب وكانت اقدر القضايا الحقيقة مرتبطة بالاقتصاد زي ما شفنا في الافتتاح الحقيقة اهم الحاجات اللي بتشغيلنا في الحوار الوطني ولازم بنجاوب عليها اسئلة مباشرة وعندنا اكتر من رشدة علاج لها الغلاء طبعا وارتفاع الاسعار هذه القضية التي تمث كل مواطن مصري وبعدها على طول بنتكلم على فرص الانتاج والزينة اكيد جات لكم طلبات كتيرة جدا من الطلبات المقدمة من المواطنين زي ما قال مستشار محمود فوزي تزيد على 180 ألف طلب اكيد ناس كتيرة جدا بتسأل في هذا الأمر مظبوط ومش بس طلبات الحقيقة الشديدة جدا بخلاف الأسئلة احنا جلنا مقترحات تفوق المئة ألف مقترح جيد وده برضو اندال الحقيقة بيدل علي بدون شعب مصر واعي ويدري بمشكلة وحاسس انه عنده مشكلة اقتصادية وعندنا كوادر وناس تقدر تخرج بأفكار لازم نستغلها او على أقل ننظر فيها حتى بالفعل وده اللي احنا فيه انا عايزة بس اطمن حضرتك في حاجة مهمة جدا احنا ما عندناش قضية واحدة سيتم تنحيها على جنب ما بيش مقترح واحدة ساب على جنب اخدنا كل المقترحات ومجمعناها عشان لما يبدأ اللي الجلسات النقاشية في الحوار الوطني هيبقى فيه خبراء وفيه معلومات وبيانات عشان يبقى النقاش موضوعي مش مجرد أفكار او حد نفسه بحاجة لا مش كده احنا حاجات موضوعية حاجات قبل للتنفيذ نطلع الحقيقة يعني بمقترحات قابلة للتنفيذ وبسرعة صحيح لانه لا يخفى على احد مشاكل الاقتصاد في مصر يعني حداك لو بتكلمه كمختصين الشعب هو كمان عنده تساؤلات كتيرة جدا وبيترحى وعارف المشكلات اعتقد ان احنا دلوقتي كمسؤولين عن الملف الاقتصادي بشكل عام مش محتاجين احنا لسه نقعد نفكر ايه مشاكلنا في الاقتصاد اعتقد ان المشاكل بقت معروفة وعارفين اسبابها وعارفين النتائج اللي وصلنا لها وعارفين قدام كمان ممكن نصل ايه لو استمر الوضع على هذا الحال فاعتقد ان احنا الفترة اللي جاية فترة حلول مش فترة لسه تصنيف او توضيح ما هي المشكلات والتحدد انا سعيد بالحرك بتقوله عشان دلالة نفسه وضحه للناس احنا مش قاعدين نبحث في مشكلاتنا احنا بنبحث في الحلول والمقترحات المرتبطة بحل هذه المشكلات يعني اللي احنا جمعناه المية وتبعين الف ما كنوش طلبات هم كانوا رشدة عمل رشدة حل يعني ادوات حل لهذه المشكلات فاحنا يعني بنحل احنا مش قاعدين مندور على مشكلات احنا زيما ساتك تفضلت بالفعل نعي هذه المشكلات وبنعيشها كل يوم برضو لازم ساتك تبقى على دراية بحاجة مهمة جدا في مصر المشكلة الاقتصادية المصرية انسحبت علينا بعد هذه التأسيس للبنية التحتية عارف ساتك لما يكون بتعمل مشروع معين مثلا تبني القواعد القرصانية وتحط الأساسات بتاعتك ومعرفش ايه وبعد كده حل مصر وقعت في جائحة عالمية شلت اقتصاد العالم سنتين الناس بس مش واخدة بالها من هذا هقول ان سنتين دول وقفوا العالم كله وبالتالي مصر لو ما كانش عندها في هذا التوقيت يعني اقتصاد قوي قدر يعدي مصر من الازمة احنا كانوا عندينها مشكلة اكبر بكتير يعني بفضل ربنا بالرغم ان احنا عادت سكان كبير وكان حالات الاصابة كبيرة جدا وانحنا نسينا بس نسينا ايام ما كان الجامعات بتتحول لمستشفيات وانسينا ايام مستشفيات وكانش فيها سرير فلا احنا عدينا مرحلة كبيرة جدا جدا وده دلالة على ان الاقتصاد في الفترة دي كان قوي وكان ماشي بشكل منضبط اما وان جائحة جات هزت الاقتصاد ده ده هزته في العالم كله بعدها نا وقدرنا الملف ده بجدارة الحقيقة بجدارة غير عليها وكان عكس المتوقع كمشي سناريوهات سوداء متوقع المصر في الوقت ده بالزبط فانت بالزبط والحقيقة برضو يعني العالم كلهم ده أشمن ده ولهم المتحدة لبسها عبرت عن شكرها لمصر او للقيادة في مصر على اعتبارنا نعرف أن تدير هذا الملف بهذه الألية في دول عظمة كبيرة صحيح أنا مش عزي أذكر أساميها على سبيل مثلا كانوا إيطاليا مثلا اتعرضت لأزمة عدت فيها أطول مننا احنا خلصنا الأزمة قبلها بشهور ومصر كان بتساعد هناك عدد الوفيات كان غير عادي يوميا صحيح يعني احنا بس الحمد لله ربنا كان خلصنا من كورونا الحقيقة فجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية حرب الروسية الأوكرانية عشان بس نبقى عارفين يا ليه مستنا بشكل مباشر عشان حاكتين اتنين مباشرين رقب واحد احنا أكلنا وشربنا كله مرتبط بالأمح وغذاءنا كله بنجيبه يا من روسيا يا من أوكرانيا وبالتالي كان فيه تأثير مباشر جدا علينا في ارتفاع هذه الأسعار وبالتالي كلفة العيش المصري كان عالي جدا على المصريين وبالرغم من كده محدش زود حاجة خالص على المصريين تكلف هذا الفرق بقى الكبير تحملته الحكومة تحمل كبير جدا نقدر نقول مثلا ملايين الدولارات دي أثرت برضو على الموازنة العامة للدولة عشان انت بتحمي شعبك دي بنسميها في الموازنة الحماية الاقتصادية الجزء الثاني كان بسبب الحرب الاوكرانية ان روسيا هي نقدر نقول المورد الحقيقي للغاز والطاقة في أوروبا وبالتالي كل المنتجات اللي بنتعامل معنا كمصريين من أوروبا غليت غليت جدا لأن أوروبا نحن على فكرة في مصر حمد الله حتى هذه اللحظة ما عندناش منتج واحد مش موجود ما عندناش سلعة غزائية واحدة مش موجودة في فرنسا ومش عايزة أقول أسامي الدول في دول كتيرة جدا في أوروبا عندها أزمات محددة فأنواع محددة من السلعة حتى هذه اللحظة صحيح طيب حضرتك وحنا نتكلم عن الرخصة الزهبية دلوقتي واهتمام سياد رئيس شخصيا نحن ناخد إجراءات لكن التجار والمصنعين والمستثمرين مش حاسين بهذه الإجراءات شاف حضرتك المشكلة فيه يعني نبقى إحنا مقدمين تسهيلات عندنا حوار وطني بنقش فيه بعض المشاكل بنقش فيه زيادة مدة الرخصة الزهبية أنها تستمر ده طبعا بعد ما خرج من المؤتمر الاقتصادي في 2022 يعني عندنا إجراءات كتير قوي للتسهيل على المستثمر سواء كان المصري أو غير المصري ومع ذلك بنلاقي برضو بعض المستثمرين مش لمسين هذا اللي يصير في الإجراءات المشكلة فيه بالضبط المشكلة الحقيقية في الحتة لإستثمرت القصد دي بالتحديد هي عدم التوعية الحكومية الخاصة بالاستثمار يعني إحنا وزارة الاستثمار وزارة الصناعة عندنا المسؤولة عن هذا الملف يعني الحقيقة نقدر نقول كان لابد أنها تطلق العديد من المبادرات يعني إحنا عندنا مبادرة مثلا رئاسية وبالواحد على فكرة قد ما بيتبسط أنها رئاسية على قد ما بيحزن برضو ليه؟ لو تبقى رئاسية بتعرف أن رأس الدولة هو مهتم بكل ملف شيء جيد وشيء عظيم إنما لما تبقى المبادرة الرئاسية أنت كمان بتحس أن الحكومة ميقيد شوية عن الرئاس يعني تحس أنت الرئيس في حتة والحكومة في حتة أقل شوية مش على نفس المستوى من الكفاءة بشكل واضح يعني مبادرة زي إبدأ مثلا مبادرة إبدأ دي لا بد أن وزارة الصناعة تأخذها منهاج لها عموما هذه المبادرة أطلقت ساعدت كل شباب مصر سلتت لهم كل العواقع لما نأخذها زي ما هي كده كوزارة مسؤولة أو منوت بيها هذا ملف الاستثماري أو هيئة الاستثمار مثلا نأخذها زي ما هي مش عايزين ابتكار نأخذها زي ما هي ونتبقها المستثمرين الكبار أنا أنزل للمستثمر هم نزلوا للناس في الكرة والنجوة وفي كل ربوع مصر نزلوا للشباب اهتموا بالشباب إيه طلباتكم خدوا الملفات ساعدوهم عايزين منح قدوهم عايزين منح بفوايط صغيرة عشان ما غرقوش في الديون عملوهم كده عايزين نتصدروا ده أنا حساعدكم في البيع اشتروا منتجات الفلاحين اشتروا منتجات ده مستوى مرتفع جدا مبادرة جيدة أطلقتها مؤسسة الرئاسة مشكورة جدا لابد نحن نكمل عليها صحيح لازم نكمل عليها فإذا هيئة الاستثمار خدت الملف ده زي ما هو وتوسعت فيه يبقى عالجنا لازم نستك تكلمت عليها عالجنا ضيعنا الفجوة ما بين المستثمر خدت بالحضرك والحكومة الحوار الوطن معمول عشان تدع تقديم حوار الوطن يفيه ملفات جيدة أنا بطمن شعب مصر احنا بقلنا يعني قرابة العام شغالين بشكل غير مسبوق ضغط غير عادي جمع بيانات ومعلومات عشان يبقى كلام منضابط يعني الحقيقة ويبقى كلام نطلع بقى ان شاء الله الاقتراح يؤتي افتمره بسرعة شديدة طيب من دون اهم القضايا برضو اللي تمت منقشتها هي قضية بالنسبة لنا مهمة جدا للأسف وبتؤثر على كل موارد الدولة المصرية وهي الزيادة السكانية حتى الآن النقاشات وصلت لإيه في هذه القضايا تحديدا طبعا هذا في الملف أنا في الملف الاقتصادي هذا الملف هو الملف المجتمعي بس ما اننا بمحضر معهم بيؤثر برضو على الاقتصاد بشكل مباشر جدا طبعا ده احنا هو الاقتصاد حاجتين حضرتك عرض وطلب الطلب هو الزيادة السكانية صحيح الطلب على المنتجات هو عدد السكان وجايفية المنتجات فسيادتك مسكالوب بالموضوع يعني انا عشرح لك من وجهة نظر الاقتصادية واكيد في زميلي في المحور المجتمع يقولك وصلوا ايه بالتحديد في هذه القضية الزيادة السكانية في مصر لابد ان يكون لها حل بقت رغبة شعبية ما بقتش رغبة حكومة كانت الاول طول عمرنا تتلاقي الحكومة تنزل ببرامج توعية مرتبطة بذلك النهاردة اصبح المواطن حاسس ان خلاص هذه الزيادة بقت تأثر عليه الاسعار بتفعت جدا نتيجة ان الطلب عليها جديد جدا وكبير وبالتالي خلاص هو كمان بقى عنده الوعي والاستعداد اللي ان هو يبتدي يقلل شوية في عدد الانجاب يعني الانجاب يقلل شوية كفية طفلين كفية طفل يعني يبتدي نتكلم في قلية مختلفة الاجراءات بقى اللي احنا بنقولها انا مش هقدر احكي لك تفاصيل الاجراءات قوي انما لازل تعرف ان هذا ملف شائق جدا وحيتعامل بشكل محترم وفقا لرغبة شعب مصر لان الحوار مبني على كده الحوار مبني ان مفيش اجراء واحد ولا توصية واحد هتخرج الا وشعب مصر بتوافق متوافق عليها وفكرة التوافق جديدة الية جديدة في مصر احنا عندنا حتى في مجلس النواب نعود مجلس النواب عندنا ايه صح وغلط عندنا عدد الاصوات لو 60% صوتوا على شيء اللي 40% خلاص بيمشي عليهم هذا الكلام وهذه هي الديمقراطية يعني حكم الاغلبية بنسميه كده اما في الحوار الوطني الموضوع المستوى ارفع من كده واعلى ديمقراطية من كده بمعنى ايه بمعنى ان فيه توافق يعني الاراء حتى اللي هتبقى مجنبة هيتم النظر لها ويتعمل لها تقرير وجود المجنبة ليه عشان نستفيد طبعا دكتور ايمان سريعا جدا عشان وقتنا بس في نقطة مهمة جدا بما ان حضرتك معني اكتر بملف الاقتصادي وحضرتك حدثت عن فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة ابدأ وما الا ذلك ايضا فيه استراتيجية مصرية معناية كمان بحل مشكلة الاقتصاد الغير رسمي او الاقتصاد الموازي هيتم التعامل ازاي في هذا الملف حتى الان وحتى المحفزات للشباب اللي حابين يبدأوا بمشروعات مشروعات منتهي طبعا صغر صغيرة جدا او حتى مشروعات متوسطة اولا انت مسيك تلوب بالموضوع بقى فعلا الاقتصاد الغير رسمي في مصر له تقدرات كثيرة ولكنها لانه غير رسمي ما نقدرش نحدد حجمها قد ايه ما بنبقاش عارفين الارقام دي لحد ما هي منضبطة او لا بس بشكل عام الاقتصاد الغير رسمي في مصر يوازي اضعاف الاقتصاد الرسمي طب ده معناه ايه معناه ان اللي داخل في المنظومة الرسمية في مصر ما بياخدش البنفيتس او بياخد المميزات اللي بياخدها اللي غير رسمي لا بيدفع درايب ولا بيشارك في ايه مسئولية مجتمعية ولا بيأمن على عماله ولا بيدفع عليهم تأمينات اجتماعية وبالتالي احنا بنعرض كتلة كبيرة جدا من الشعب المصر انها منخرطة في موضوع الحقيقة وبياخد كل الارباح لنفسه وبيستغل بقى كل الدعم للحكومة وبيضر بالصناعة لانه مش مسئول عن جودة مش ملزم بجودة معينة ومضر بشكل المنتج للمصر زي ما حضرتك قلتي وكمان مضر بالاقتصاد لانه ما بيدفعش حتى اي تكليفة وبياخد منك كل الدعم الموجود للاستثمار فلا الانخراط في هذا ملف جيد جدا احنا كنا اتكلمنا مع وزير المالية اكتر من مرة في فكرة ان هو يبتدي يطلق يطلق مش جميع درائب يطلق شباب مصر ويعينهم على اعتبار تسجيل المنشآت اسجل بس المنشآت اسجل المشروعات الصغيرة فكرة الحوكامة الدرابية اللي بتتم في مصر لغير مسبوقة دي جيدة الناس خايفة منها مش عارف ليه مع انها هي حاجة هتفيد العائد علينا يا جماعة الفلوس مبيتروحش في حتة انا في لجنة اسمها لجنة الخطة والموازنة احنا بالرائب بالمليم الحكومة بتصرف بايه مش بالجنيه ومش بالمئة الف جنيه بالرائب فعلا في مجلس النهوة بالمليم شعب مصر لازم يعرف ان فلوسه بتصرف بالمليم احنا بني معارفين في ايه بنمسك هيئة هيئة بنرجحها بنمسك وزارة وزارة بنرجحها بنشوف وبنعمل المشاكل لو لدينا حاجة بالنسبة لنا ما كانش وبعدين هم بيصرفه في ايه بيصرفه اللي احنا كنا بتفين عليه قبلها بسنة انت هتصرف هنا وهنا 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 وهتحقق خطة وهتحقق الاستحققات الدستورية المرتبطة بالشعب المصري من صحة او بتعليم والنسب لازم يتصرف فيها ونرجع نراجع عليهم تاني نشوف عمل كده ولا كل توفيلكو يا فندم وربنا معاكو طبعا ملف مهم جدا هو الملف الاقتصادي بمس حياة الناس بشكل مباشر والناس بستنية مخرجات هذا الملف شكرا جزيلا حضاك شرفتنا ونورتنا دكتور ايمان محسب مقرر لجنة اولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني